اليوم سنتعرف على طريقة وغيفية المشكلة التحديث على تطبيقك الخاص بانتيريس يكفي أن تضغط هنا على الضبط والإعدادات يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا تقوم بالنزول الأسفل تضغط على التطبيقات نعتي إلى نافذة تطبيقات الخاص بك في هذه القائمة تقوم بالنزول الأسفل تقوم بالبحث عن تطبيقك الخاص بانتيريس تضغط على بانتيريس نعتي إلى نافذة معلومات تطبيق تضغط على إيقاف إجباري تضغط على موافق تقوم بنزل الأسفل وتضغط على مكان التخزينات إلى نافذة مكان التخزين وتضغط على مسح التخزين المؤقت وما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بإدفاع وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وبعدها يمكنك أن تقوم بالدخول إلى تطبيقك الخاص لكي يتم حل هذه المشكلة الخاصة بك وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا اشتراك وتضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله